السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصدقائي هذا التليفون اللي جيب تركيا اليوم من بوكو رح يصير ملكة الفئة الاقتصادية والمتوسطة لأن المفروض انه سعره قبل مواصفاته وانت مرتاح تقدر تسمي حريق مواصفات تعرفون انه بوكو هي الذراع شاومي الضارب للفئة الاقتصادية بأسواقنا تنطينا جهزة دائما ما تتنافس لا بسعرها ولا بمواصفاتها وبس الراديمي وكم شركة بالعالم يتسابقونه بيتي مواصفات وأسعار ومن طلعة أول أخبار هاي السلسلة قضى الساعة طويلة أدور مواقع صينية وأجنبية حتى أجيب لكم قرار السالفة كلها وجبتها والحمد لله بس ما دري ورما تسمعون مواصفات الجهاز رح يتأيدوني لولا هذا الأكس سيكس برو من بوكو حريق مواصفات لولا انتو كتبوه درعيكم بالتعليقات خيل يجيك تليفون سعره ما يعبر المتين متين وعشرة دولار عن ثلاثمية وعشين الف دينار عراقي يصير بإيدك ببطارية 5200 ميلي أمبير شحن سلكي 67 واطفة ولك البطارية أقل من 3-4 ساعة متحسس أساسي ما تصوير 200 ميجا من سامسونج بها تثبيت بصري وتركي السهرية يعني فيديوهات وتصوير ليلة ونهاري مضبوط والفيديوهات 4K ها البقية صح الكاميرات عادية بس ده نحشي بجهاز بحدود الميتين دولار متنسب الشاشة إلا واحد على واحد آمليد يعني أرقة لألوان والتباين والجودة اللي تحصلها شاشة عملاقة فلات 66% إنج دقتها واحد ونس كيموفة لـ HD ترددها 120 هرتز تعرض لك 68 مليار لون وتدعم دول بفيجين و HDR فوقها والأحلى إنه الإضاءة بالشاشة توصل إلى 1800 شمعة ومعدل 1200 شمعة مهمات الحافات وان الشاشة متساوي من كل التجاهات هذا معدل إضاءة أصدقائي خليك تتفرد جوة الشمس المباشرة وبرحتك وما تشوفها غير بالأجهزة الغالية لا وحتى مصنعية الجهاز راقي صح بلاستيك بس بوكو خلت لك طبقة حماية على الشاشة من النوع الأقوى والأحدث بعالم الأندرويد وهو الفيكتس 2 اللي ما نشوفها غير بالأجهزة الفلاكشيب بعالم الأندرويد اللي سعره 900 دولار وانت طالع مو بجهاز سعره 222 دولار متتخيلون أصدقائي حريق المواصفات الموجود حتى المعالج والأداء هيك صح المعالج متوسط لا أقول لك خرع فيه فلاكشيب ولا هو عاوي أرجع وأقول لك بالسعر رهيب وبطل تخيل إنه المعالج هنا راح يصير السناب دراجون 7S جين 2 معالجة 4 نانومتر استهلاكة بالبطارية ممتاز بأن توتو ينطيك أكثر من 600 ألف نقطة حتى أقرب لك الرقم هذا الرقم متست تشوفه غير معالجات فلاكشيب قبل 3 أسنين بس صعره بجهاز سعره 200 دولار اليوم سيخليك تلعب أي لعبة وأي تطبيق براحتك وبهذا المعالج والأداء ستحصل قوة أعلى من المعالج الـDamacity 1080 اللي شفناه به هواية أجهزة بهذه الفئة وأغلى منها همات واقع من الإكزونوس 1380 اللي تشوفه بالأي 54 والأي 34 الرام هنان أهم لطيف 8.12 و 16 جيجي الذاكرة 128 و 155.12 جيجي بس هنان الغرابة راح تخليك تعلق لأنه بحسب مصادر السعر نسخة 16-512 هو 269 دولار بس ما عرف بتتخيلون الأرقام الخالة بوكو شلون لا حتى عدك سماعات استيريو بصمة ضوئية تحت الشاشة همات موجودة ما دريك شتردون بعض أكثر من جهاز حتى أسميه حريق يستاهل لولا أكيد لازم تكتبلي بالتعليقات وأتمنى أن تشتركوا إيانا حتى إحنا نحترق فرحا مشاركتكم إيانا بعمل الله ترجمة نانسي قنقر